هذا ورفع علي مفردي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو حصيلة مملكة البحرين إلى 18 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الأسيوية 19 حيث حصد مفردي الميدالية الفضية في منافسات الجوجيتسو لوزن 77 كيلو جرام بعد أن قدم أداء قوي قاده إلى تأهل إلى النزال النهائي في هذه الدورة وبدأ منفردي مشاركته في منافسات الجوجيتسو بالدورة بالانتصار على اللاعب الكويتي فهد المري بعد إجباره على الاستسلام ليتأهل إلى الدور ربع النهائي والذي لاقى فيه اللاعب الأوزباكستاني نورتاكانوف أولزاس وانتصر عليه بثلاث نقاط دون رد ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لملاقات اللاعب السنغفوري بيون ليم لينجح في الفوز بست نقاط أهلته للنزال النهائي الذي خسيره من اللاعب الكوري كوبونشول بنقاط المحاولات بعد التعادل في المجموعة هي لحظة تاريخية لي شخصيا كرياضي وللجوجيتسو البحريني وطبعا لللجنة الأولمبية البحرينية وبغيت أهنأ وأشكر القيادة الرشيدة سيدي جلالة الملك الدعم الأول للرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هذه لحظة مهمة ولازم نفتخر فيها ولكن طموحي كان للذهب وما أقدر أعبر عن الإحساس حاليا فعلا أرضى شوي أن هي مدالية وهي منصة عالمية ولكن كان في خاطر الذهب وبذن الله هذا ليس نهاية قصتي ومن نهاية قصة الجوجيتسو البحريني وبذن الله أتعلم درسي والقادم يكون أفضل وأفضل وأفضل بذن الله